السلام عليكم كديرين لبس عليكم أتمنى تكونوا على خير و بخير اليوم إن شاء الله سوف نصوي بهذه الكفارك و سوف نشاركه معكم إن شاء الله كيف سوف نفعله و كيف سوف نفعله و كيف سوف نفعله المقادر اللي كاتبين هنا يا نيشان سوف نبدل هذا الكفارك سوف نفعله بهذه النوع في الجبن هذا يحسن أما هذا الكفارك سوف يكون واحد يوخر يكون مسوس و الماضاق دياله لا يكون ذوي هذا الكفارك أول حاجة المقادر اللي سوف نحتاج عندي هذه اللي كنشريها هكا الجهزة و عندي 60 جرام ديال الزبدة مدوبة 400 مليلتر ديال الماء و هدي 250 جرام ديال الكريمة سوف يكون هذه العلبة هنا يكون فيها ذك الشيء اللي سوف نحتاجه السكار و كل شيء فيها أول حاجة هي فيها بسكوي و فيها فيها واحد هادية ديال الكريمة و هادية مالذي نديرو في المتاح و يأتي معها هذا الورق هادية هادية باش كي يجينا ساهم هادة بالتي سوف نشارك معكم. اول شيء سوف نقوم بسكويادة مع الزبدة نضيف حلق تشيز كيك نضيف حلق تزيز الكزم 20قرم زبدة زبدة ملوبة ثم نضيف كمع زبدة سوف نعود المولد للمولد سوف نقوم بسرعة سوف نقوم بسرعة سوف نقوم بسرعة نقوم بسرعة نقوم بسرعة كما نقوم بسرعة افرح نقوم بتحضير جميلة نقوم بسرعة نقوم بسرعة سوف نقوم بحلقة جميلة سوف نقوم بحلقة و نقوم بحلقة جميلة و نقوم بحلقة الكريمة نحتاج الى خلق سوف نقوم بحلقة سوف نقوم بحلقة 400 مليلتر الماء الماء بارد سوف نقوم بحلقة جميلة سوف نقوم بحلقة جميلة و ده سوف نقوم بحلقة جميلة سوف نقوم بحلقة جميلة سوف نقوم بحلقة 5 دقائق لكي تدعط الكريمة جيدة سوف نقوم بحلقة جميلة يجب ان يكون لديك مالح سوف نكمل التخلاط سوف نقوم بتخلط فقط تقوم بسرعة فقط تقوم بسرعة طريقة و تقوم بسرعة تقوم بسرعة تقوم بسرعة هذا هو مصطح النبوية هناك مصطح أسران فنجزة يوميون مصطح 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 ثم نجد نوال اضيفه هذا مصطح سوف نصرح الكريمة لها كم جيدة سوف نصرح الكريمة سوف نصرح الكريمة سوف نصرح الكريمة نصرح الكريمة سوف نصرح الكريمة سوف نصرح الكريمة فاش درت في هذيك الجبن في البلاسة ديال كفارك جات المضاق دياله جزوين جزوين بزاف وساهل وساهلة باش نصوبها ما كد تطلبش شي وقت ولا ما قادر بزاف كيف ماشتوا معايا انتم ماضي نقطع معكم الطرف وتشوفوا كيف جات الكريمة دياله شيشة انتم ما كيف جات الشكل دياله وراهنا يا بقي ما خليتاش بردت مزيان عاد غادي رجعه للتلاجن خليها تبرد مزيان انتم ما كتشوفوا الكريمة دياله فيها واحد الماضاق هائل جربوها وبصحة والراحين شاء الله ما كتطلبش الوقت بزاف المقادر ومع السلامة شكرا